على هامش أشغال الدورة الحادية والخمسي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صلت المشاركون في الندوة التي نظمت بجونيف حول انتهاك الحق في الحياة بتندوف صلت الضوء على الأحداث المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف وعن الانتهاكات المتواصلة والخطيرة التي يرتكبها انفصالي البوليزاريو في حق سكان تندوف وقمع كل أشكال المعارضة والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القصري بدعم من الدولة المضيفة أنا هنا اليوم لأدلي بما شهدته فيما يتعلق بقضية كديميزيك التي عرضت على القضاء ما بين 16 دجنبر وتاسع عشر يوليوز 2018 حضرت لجميع الجلسات وتوصلت إلى قناعة مفادها أن الملف كانت له أبعاد سياسية وأن علينا الحكم بما يفرده القانون فيما تتولى الدبلوماسية الجانب السياسي أسئلة اليوم المطروحة هي أسئلة مرتبطة بطبيعة انتهاكات التي تحدث داخل مخيمة تندوف باعتبارها اليوم نظر لتواثرها ونظر لوقعها داخل نطاق جغراف الذي هو مخيمة تندوف ونظر لإستهدافها للمشاطاء والمدونين والمعارضة تنظيم جبل بوليزاريو أصبح اليوم طابع هذه انتهاكات وطابع ممنهج أي جزء من سياسة تنظيم جبل بوليزاريو وجزء كذلك من سياسة تورط الدولة الجزائرية في هذه الانتهاكات تورط الدولة الجزائرية اليوم كيطرح كذلك سؤال حول مسؤولية نظام جزائري حول مختلف انتهاكات التي حدثت وأكدت المعدلة سالم العائدة من جحيم مخيمات العار على أن ميليشيات البوليزاريو بإعاز من الجزائر حولت المخيمات إلى سجن مفتوح تمارس فيه كل أنواع التعذيب والقهر حيث يتعرض المحتجزون بالمخيمات لكل أشكال العنف خصوصا الأطفال الذين يتم تجنيدهم وتنقينهم عقائد تدعو إلى العنف والكراهية في خرق سافر لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل اليوم جئنا لنسلط الضوء على جرائم العنف التي تحصل بمخيمات تندوف على يد البوليزاريو وبدعم من الجزائر هناك ضحايا جرائم بالمكان نفسه وسأتطرق إلى الموضوع ولدي أدل لا تثبت ما يحصل هناك حتى القوانين هناك موضوع على يد البوليزاريو ومدعومة من النظام الجزائري جئت لأدلي بشهادة شخصية أن المملكة المغربية هي دولة الحق وحقوق الإنسان باعتبار يهودي ولد في المغرب كان لنا كامل الحقوق الدينية كأقلية يهودية أشيد بجلالة الملك محمد السادس الذي صار على قطع والده الحسن الثاني وجده محمد الخامس كان لنا في المغرب كامل الحقوق الدينية وممارستها بشكل طبيعي كما كان لنا الحق في التصويت مثل جميع المواطنين المغاربة وفي ختام هذه الندوى طالب المشاركون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفور لإيقاف هذه الانتهاكات التي ترتكب في حق الإنسانية كما أكد المشاركون على ضرورة تحمل الجزائر لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي ترتكب في حق أطفال مخيمات تندوفي على أراضيها لوضع حد لهذه الظاهرة وتوفير الحماية لهؤلاء الأطفال والخدمات الاجتماعية الأساسية شهادات صادمة لعائدين من مخيمات العار هناك بتندوف تميط اللثام عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مرتزقة الفوليزاريو في حق الأطفال والنساء أمام صمت وتواطئ الدولة الحاضنة وغياب أي رد فعل من المجتمع الدولي خصوصا الأمم المتحدة الغالي محمد الشاشداء جنيف